يا صباح اليسمين جات لي هدية النهاردة وكان نازم ان انا ارجع ووريها لكم وافتحها معاكم وحاولت ان انا اغشي وافتحها من غيركم حتى بصوا من الجنب ده بدأت تبقى مفتوحة بس صراحة انا لقيتها من برشمة مقفولة خالص وبعدين استحرفني خالص ان التغذيف الحلو ده يضيع من غير ما اوسق اللحظة دي والهدية دي زي ما تقولوا كده على قد ما فرحت بيها على قد ما هي هدية اجبارية وما كنتش اقدر ان انا ارفضها خالص والهدية دي جاياني من جوري ستور جوري ستور يعني عائشة يعني رفيقة الكفاح حقيقي فعلا احنا غالبا كنا بنكافح مع بعض ان احنا نحاول ان احنا نشتغل وان اجتهد على قد ما نقدر واللي هي مسهرنا كتير جدا عشان نعمل تجارب ونختبر خمات كتير جدا علشان نقدر نوصل لكم بمعلومة صحه اكيدة مية في المية وعائشة هي فنانة سلصال حراري ورزن وشغلها طحفة ما شاء الله اكبر عليها وكمان دلوقتي بقت شغالة في الخمات بتوفر خمات سلصال حراري ورزن وكمان تغريف وحاجات كتير جدا جدا يعني غالبا كمان جورنال ارت وداخل فيها حاجات جميلة جدا جدا بعتلي بقى بوكس هدية ولازم نفتحه مع بعض ونشوف في ايه حاولت والله ان انا اخمه وافتحه قبل فانتو تشوفوه معايا بس لقيت التغريف جميل جدا مقدرتش غير ان انا فعلا لازم اوثق اللحظة الجميلة دي ويعني ما شاء الله البشاير بينا زي ما انتو شايفين كده وزي ما انتو شايفين فعلا خسارة ان انتو كمان ما تشوفوش معايا الهدية الجميلة دي والبداية بينا هي زي ما انتو شايفين البوكس الاسويت ده في منتهى الشياكة وكمان الفينيلي اللي موجود عليه بالدهبي ده يعني حاجة كده لا بجد ايليجنت واول مرة اشوف بوكس بالشكل ده وحقيقي ما بقتش عارفة افتحه منين لاني مش عايزة بوزه خالص وعلشان كمان ما بوزش للسكر هجيب بقى الكتر وافتحه حتى صغنانة كده عشان لو حبيه تقفله تاني يبقى سهل علي وحافظ على الشكل بتاعه لان فعلا هيبقى من مقتنيات بتاعتي تعالوا بقى نفتح ونشوف جوا ايه ومش عارفة اوصف لكم احساسي ايه وانا بفتح البوكس كده وحسيت ان انا المرة دي الكليند لان دايما ان احنا اللي بنعمل الحاجات دي وكان نفسنا ان احنا نبقى شايفين هو بيفتح البوكس واحساسه ايه ومشاعره فعلا ايه لما بيفتحه وبيشوفه وبيفرح بالهدية اللي جايله المرة دي بقى انا الكليند وهو حقيقي احساس غريب جدا لان طبعا من ساعة مشتغلت هان ميت غريبا مش بطلب خلاص بحاول اعمل كل حاجة بايدي فالمرة دي بقى الهدية دي جايلة وجايلة اجبارية ما شاء الله بجد يعني فرحتيني جدا وبص الكرت بقى لا يعني لا فيه شغل عالي عائشة بجد ما شاء الله وكمان الفنانة انجي محسن لا يعني بجد كتير علي كده الله يكرمك يا رب ويبارك لك الكرت جميل وعجبني جدا جدا وفكرته حلوة قوي والطبع كمان عجباني جدا يلا بقى تعالوا نشوف بقية الحاجات دي الستيكرز والمطبعات اللي هي بتحطها مع التغليف بتاعها الله دي اول هدية انا شفتها طبعا انا بريكورد بعد ما يعني انا عملت ريكورد للكاميرا فانا دلوقتي خلص بقيت عارفة ايه اللي موجود والمحتويات اللي موجودة دي بقى وحقيقي كان نفسي اصور صوت وصورة مرة واحدة علشان تعرف الرياكشن بتاعي وانا بفتح فعلا الحاجة وبتفاجئ بيها وبطلطت زي الاطفال كده من فرحتي بيهم فمنتهى الجمال وكيوت جدا جدا بس حقيقي الضوضاء اللي بتبقى موجودة حوالينا بيبقى صعب جدا ان انا اتحكم فيها وعشان يبقى صوت نقي وعشان تبقوا سمعيني من غير روبا بيكيا واولاد بيصوتوا وحاجات زي كده كان لازم لأ بجد يعني ان هو يتعمله كده لوحده ومشاء الله وهميين حلوين جدا جدا وعرفة احلى حاجة فيهم ايه ان انت اللي عامليهم باديكي هي اللي بتختار الاشكال اللي هي عايزها وبتطبعهم وكمان بتقصهم بتعملهم باديها بجد تسلم اديكي فكرتهم تحفة وهميين يعني لو كل قوش ده هيجي معها هداية زي دي لا انا هطلب بقى من بكرة كمان كتير جدا واختيارك اصلا كمان للاشكال والحاجات دي بجد يعني وهمية بجد تسلم ايدك بيبان فعلا يا جماعة لما بيكون السيلر فنانة يعني لا بتفرق بتحس ان هي عرفة تدي ايه للحد اللي قدامها يعني كل حد ممكن يحتاج ايه او بيحب ايه فعلا تعالوا اكمان نشوف جايبالي ايه تاني بصوا بقى دي فكرتها وهمية جميلة جدا جدا اول حاجة انا بموت فعلا في الظرف الجديد ده الظرف ده ممكن تستخدموه ان انتو تحطو في المدليات بتاعتكم والسلاسل وتعملوه كروت للتغليف بتاعتكم جميلة جدا هو شكله شيك جدا لانه بيبين جزء من الشغل بتاعكم اللي موجود جوا تعالوا بقى نشوف ايه اللي موجود جواه اللي موجود جواه دي حاجة كده من حاجات اللي بتجلب السعادة كده زي ما تقولو بصوا اشكالها والوانها جميلة قد ايه طيب للي عارف دي ايه تمام تعالوا اقول لكم للي مش عارفين دي عبارة عن زي شامع كده عارفين الشامع اللي بنسيحه وبعدين بنحطه على الكوفرز في الاخر خالص بنبرشم به يعني الشغلة زي ما تقولو كده هي عملتلي مجموعة او يعني جايبها جهزة انا صراحة لسه مش عارفة انا هسألها بس هي من الواضح ان هي عاملها لانها كمان حتى ستيكرز في ضهر كل واحدة عشان تبقى جهزة على طول على اللازق لان هي غالبا عارفة ان انا لسه ما جبتش الشامع عارفين اللي هي الشامع والطول بتاعته اللي انا بنسيحها فيها وبعدين بتنزق احنا بقى نعمل الحاجات دي بقدينا انا بقى لسه ما جبتهاش وهي عارفة الموضوع ده فهي بعتتلي دولا معمولين جهزين علشان احطهم انا جهزين على الازرف بتاعتي بعد مخلص الوردر بتاعي بتدي الشياكة للشغل جدا جدا وعارفت ان انا عملتهم مرة بايدي فهي بقى عملتلي مجموعة حلوة قوي باللون الكاشمير وجهزين على طول على اللازق بصوا بتبقى شيك جدا دي مجموعة من الاختام والميزة هنا بقى كمان ان الواحد لما بيجيب ختم بيجيبه ختم واحد او شكل واحد لا هي هنا بقى مشكلة لي حطالي اشكال كتير جدا حطالي فراشة وورود وحاجات كتير قوي يعني هتشوفوها كمان ممكن استخدمه بقى انا يعني كامجي افكار يعني ان انا ممكن استخدمه كخاتم وممكن كمان استخدمه كحلق هيخد اتنين وعملهم حلق لا انا صنع مجنونة بحب الافكار اللي هي الطفولية دي وبحب ابتكر حاجات كتير من الموضوع واحسن حاجة فعلا ان انا مش هتطر ان انا اجيب دلوقتي برضو الختم لا بجد شكرا جوري ستور شكرا عائشة بجد فعلا فنانة وبتفكر فعلا في الفنانين بعمق كده زي ما تقولوا وده برضو من المطبوعات اللي هي عاملها كرت علشان تسلم فيه الناس اللي اردارات وتكتب فيها الداتا بتاعتها حاجة كده يعني elegant بجد يعني دي بقى يا جماعة البراندينج اللي انا بنصح اي حد انه هو يعملها للمشروع بتاعه اما دول بقى وهميين حاجة كده يعني اختراع وافتكاسة بجد طبعا اللي عارفيني عارفين ده مش ليب جلوس اكيد يعني انا مش هجيب ميكوب لان الميكوب بتاعي هو عبارة كله عن ميكوب فاطمة كشري فيعني دول اكيد حاجة هنستخدمها هانميد بصوا ده لون سيلفر ولون جولد اللي اتنين دول بنستخدمهم علشان نحطهم يعني زي ما تقولوا عارفين الكوسترز كده لما احنا بنبقى عايزين نحط على الاطار بتاعهم لون ده بيقى وفضي بصوا اللون ما شاء الله غاني قد ايه هي بقى في تاكسة افتكاسة كده عجبتني جدا جابت العبوات اللي هي الكرياتف دي وحطت فيهم الالوين دي عشان تبقى سهلة علينا ان احنا نحطهم لان نستخدم بقى فرشة خارجية وتنشف مننا ولا اللون نفسه يبقى يعني سهل ان هو يتأكسد ويتغير لأ عجبتني الفكرة جدا والبيجمنت بتاعهم باين ان هو تقيل جدا جدا اكيد هنستخدمهم مع بعضه قريب ان شاء الله وهنشوفهم لأ عجبتني بجد الفكرة موضوع الفرشة دي يعني هتوفر كتير جدا مجهود ووقت وهتخلي كمان العبوة نفسها ما تبقاش مفتوحة وقت طويل ده اللي بيخليها اصلا تأكسد واللون بتاعها يغير بعد فتحتين تلاتة بكتير وكمان بصوا دي برضو حاجة تانية جابت برضو الحاجات اللي هي بتاعت الليب جلوس وبعدين حطت فيهم لون جولد او ممكن تحط فيهم لون سيلبر اللي انتو بتختاروه علشان برضو تسهل علينا بفرشة ان احنا نحط بيها على اي حاجة احنا عايزينها سلصال حراري ريزن اللي انتو عايزينه بقى وتلونه زي ما انتو عايزين واكيد هنجربهم مع بعض مش عارفة ليه في لحظة كده حسيت ان انا عايزة استخدمه واحطه يعني كازا انه هو مانيكير بس الحمد لله فكرت شوية قلت لأ بلاش احسن ما يرضاش يطلع وعشان الصلاة لأ خليني بس يعني اجربه ان شاء الله على الماتيريول والهدايا والحاجات اللي احنا بنعملها من السلصال الحراري والرزن وهوريكم ان شاء الله في تجربة كده في فيديو صغير بعد ده ان شاء الله بس لو كنت استنيت لما جربت الحاجات دي كمان كنت اتأخرت عليكم في الفيديو جدا وهي صراحة حبت ان هي تبعتلي الحاجات دي عشان تشجعني ان انا ارجع من الفيديو الثاني وبصوا كمان بقى الورقة الزفدة اللي هي عاملة ده هي المقطعة بقديها وهي اللي حطها في البوكس ده دي احلى حاجة بجد في البوكس ان كل حاجة حساها ان هي هان ميد وكمان الجفت باك الخيش دي يا جماعة بجد يعني ترندي جدا وانا اصلا من عشاقها يعني بص بحسش ان هي مودة وبتروح ابدا يعني بالعكس بحس ان هي مودة كل عصر زي ما تقولوا كده تعالوا بقى نشوف جواها ايه طبعا انا عارفت خلاص جواها ايه حاجة كده بجد يعني كيوت جدا وحقيقي والله العظيم انا لو كنت قاعدة احليف لك قد كده ان انا حاولت ان انا اختار ختمة من الاختام عشان اشتري يعني انا بفعلا ما فيش حاجة للأسف كانت عجبيني وكنت حسة ان كل حاجات يعني عادية جدا لكن ده يعني انا شايفيني الطفلة دي يا قلبة انا عايز يشوفني يعني لأ بجد والله العظيم يعني دي احلى حاجة جات لي بتهيق لي في حياتي مش عارفة مش عايزة بالغ بس بجد يعني انت حسيت ان انت عارفة انا عايزة ايه بجد يعني لهو لا صعب انا اساسا حتى ما شفتش صراحة الختمة ده قبل كده يعني معرفش ازا كان حد شافه قبل كده ولا لا بس لو كنت انا شفته انا فعلا كنت اخترته بجد تسلم ايديكي تحفى وهمي كمان يعني لا لعما نسيتنيش يا جماعة خالص والله كمان جايباني الباك دي كيس دي يعني رقيقة جدا وسامبل جدا وشيك جدا وطبعا برضو يعني للبنات العادية يعني ممكن يستخدموها في ادوات الميك اوب وكمان ممكن نستخدمها في الاقلام يعني دي بقى ده تخصصي يعني في الاقلام والادوات والتولز بتاعتنا ممكن نشيرهم في البوكت الجميلة دي هي شيك جدا والجنت وشفافة وحاجة كده يعني لا لا بجد تسلم ايدك يا جماعة بجد انتو دي مش بتقبلوا هدايا بجدها هي عرفت ان انا فقرية وغالبا كل ما كني جيلي هدايا كنت برفض يعني اللي هو يعني بجد انا بصد الهدايا كده صد يعني علشان انا مش حكاية ان هو مش عايزة يعني هدايا لا بس اللي هو انا ما ببقاش عايزة اكلف حد وعلى قد بجد يعني ما كلنا مشاريع صغيرة فاللي هو احنا كلنا لازم نسابورت بعض فانا لما كان بيجيلي حاجة اللي هو لا انا اسفا هدفع تمانها وبعدين اخدها لكن انا اخد حاجة كده لأ فعشان كده بعتت هالي اجباريا مع صديقة ليا فبجد يعني انا مش عارفة اشكرك قد ايه وقد ايه فرحت بيها وفرحت بكل حاجة موجودة فيها حسيت ان انت بعت هالي ليا انا وكل حاجة لها معنا مش عارفة ليه بجد انا ما بلتش هدايا من زمان لان ما كنتش متخيلة ان انا هفرح قوي كده كنت ماشية زي الاطفال فرحونة بيها ونفسي افتحها طول الوقت وعملة احاول افتحها بس مش عايزة بوضها وعارفة ان انت قلتلي ان ما تصوريهاش ولا اي حاجة افتحيها انا بعتها لك انت بس حقيقي انا بقيت انا اللي بفرح لما بفتح الحاجة قدام الكاميرا لان اللحظة دي بتفضل بقى بتدوم معايا انت بتفرحي بالحاجة في وقتها جدا جدا فانا لما بشوف الفيديو مرة واثنين وثلاثة بحتفظ بقى بفرحتها تاني اول وثاني وثارث مرة وبتفضل برونقها بالنسبة لي جديدة وجميلة ومش بتضيع مني بقى يعني بحس ان الحاجة موجودة معايا واحلى حاجة بقى كل حاجة انا حاسة انت كل حاجة عاملها باديكي يعني دي حاجة فرحتني جدا جدا حتى ورق الزبدة لانت وقطعه والورق الزبدة لانت حط عليه اللوجو بتاعك يعني بجد والله العظيم انت فرحتيني فرحة يعني انا مش عارفة اوصفها بكد تسلم ايديكي وانا نفسي متنبئلك والله العظيم عشان انت مكتهدة جدا ان انت ان شاء الله هتبقى من اكبر البرندات بجد لكل مكتهد النصيب وانت مكتهدة جدا جدا كنت فنانة شطرة جدا 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 في السلصال الحالي وفي الرزن وكمان يعني حتى دلوقتي لما شغالة برضو في الخامات شطورة جدا جدا ومش بتخلي حد عايز حاجة او بيفكر في حاجة غير لما بتوفريها وبيتجي بيها وحبة كمان ان انا اقرأ معاكو الكارت علشان انا كمان احتفظ بالكلمات دي لنفسي بعد كده على طول نوجي مش عارفة اكتب لك اي كلام بس كفاية اني اقولك بحبك في الله عائشة لأ بجد يعني انا اللي بحبك في الله وربنا يعلم مع ازتك عندي كبيرة قد ايه وكمان انا اخدت بيدي انه هو كان من يوم 28 وانت عاملة باكتجنج وبعتاه بس انا عارفة ان انا اللي اتأخرت على بيل ما روحت ان انا اجيبه بس فعلا بعد ما اجيبته بقيت متحمسة جدا ان انا زي الاطفال بقيت عايزة افتحه وانا في العربية وما استنيتش حتى ان انا عمل اي حاجة اول ما روحت روحت وفتحته وكنت يعني لهم متحمسة جدا ان انا كمان اصوره لكم ووريه لكم واكيد مش هقول لكم بقى دلوقتي عملولي لايك وسبسكرايب وفولو الكلام ده لا انا عايزاكم تتروحوا على تشانل بتاع عائشة اسمها جوري ستور برضو ولكل الناس اللي عايزين يتعلموا سلصال حراري هيلاقوا معلومات كتير جدا وفيديوز كتير جدا عاملة كفريج كبيرة جدا لمشروع السلصال الحراري وكمان الرزن هتفرحوا وهتبسطوا جدا جدا بكل المعلومات اللي هي كانت بتقدمها والتشكيل اللي هي بتقدمه تسلم ايديكي بحبك جدا جدا بجد يعني ورحمة الله وبركاته